اشتركوا في القناة يمشي مخة للتصليح الطرقات وتعبيدها وإلا للتوسيع في طرقاتنا يقولوا طرقاتنا ضيقة ما نحكيه على هذه لأنهم مسائل ديما نتناولوهم اليوم شركزوا على مشروع نموذجي في تجربة يمكن هي الأولى من نوحة في بلادنا تجربة هذه هي تجربة التشوير الأفقي لتدعيم السلامة المرورية على الطرقات المرقمة تقولوا شنوى الموضوع لأنه يجبنا نفهموهما بعضنا أنا بدي أول ما اسمعت بالمشروع هذي قلت بش يقصدوا بها فسيد عليها وبحثنا مش يفسرنا شنوى نقصدوا بالتشوير الأفقي لتدعيم السلامة المرورية على الطرقات المرقمة مهرك الله وفيكم معتكم الصحة ورحبكم كل المستمعين نشكرككم على اللفتة للموضوع هذا المتعلق أساسا بالسلامة المرورية التشوير الأفقي خنبسط المعلومة ربما ناس من فهموش تشوير أفقي احنا في التجهيز نحكي تشوير أفقي وتشوير عمودي التشوير الأفقي هو كل العلامات أو الرموز الموجودة على سطح الطريق نبسطه هو الدهن الموجود على الطريق اللي أنا ديما ننقد ونقول تفسخ الدهن على طرقاتنا وما صالحوا حد البساج بيطان كالممر الخاص بالمترجلين كل العلامات متاع السهم هذيك وتفسخوا على الطرقات إضافة أنه المواطن ما يحترفهما مشيز واضح نحنا هذا الإشكال اللي عنا وإحنا لضوها الإشكال اللي موجود في تونس قمنا بحق للتجارب هذا لإنجاز التجربة هذه لأنه تشوير أهميته كبيرة في إرشاد مستعمل الطريق إحنا نسموه مكياج دولاروت هو همزة الوصل بين الطريق ومستعمل الطريق بالتشوير الأفقي هو اللي يحدد معناه إمكانية المجاوزة من عدمه إمكانية الوقوف والتوقف مرور المترجلين معناها أماكن مرور الحافلات معناها أماكن خاصة بالتشوير الأفقي هي مخاصة الحافلات وعنا المثال في طريق المرصى اللي هو موش إني بارسبيكتيم موش محترم موش موش ويتخطع ليه اللي يمشي في مصار غير مصار ويتخطع كذلك معناها كل معناها الإعلام بيوجود مفترقات أهميته كبيرة في إرشاد مستعمل الطريق سواء من سائقي العربات أو من مستعملي الدرجات أو المترجلين دونك الأهمية الكبيرة ليلعبها دور التشوير الأفقي في السلامة المرورية وخاصة في الليل هو يجب أن يكون قابل رؤية بالنهار وبالليل أنتم اخترتوا طرقات لأنكم سميتوه المشروع هذه التشوير الأفقي في الطرقات المرقمة ما هي الطرقات المرقمة؟ نحن التجهيز عن الطرقات المرقمة سموه وزارة التجهيز وتم البلدية تم طرقات تابعة بلدية طرقات بلدية وطرقات تابعة وزارة التجهيز سموها طرقات المرقمة لزوتوروت تابعينكم؟ لزوتوروت الطرقات الوطنية الطرقات الجهوية الطرقات المحلية كل طريق تلقى فيها بورني كيلومتريك هذه كان سموه مرقم خاطر فيها بورني اللي خارجة على المنطقة البلدية على المركز العمراني طرقات الكبرى والمهمة طرقات الكبرى اللي هي خارج مناطق العمران أكثر كلها تابع التجهيز داخل مناطق العمران ثم لتابع التجهيز ثم لتابع البلديات فنحن بال فضل نحن الإشكال اللي ترحته سيادتك التشوير في سعيد فسخ واللي هو إشكالنا نحن نخدم عليه منذ معناها مدة طويلة خلانا خاموا في حلول معناها باش نضمنوا دائمون دون هذا نحن دائما نحاملوا مسؤولية للمقاول اللي تم عناها تعيينه لإنجاز الأشغال بليس محنيس عليما فميش مواصفات عالمية لأنه في بعض البودين من العالم اليوم نحكيوا على التشوير الأفقي بطريقة التروادي الدنيا تتبادلت وتطورت يعني مزنا نحن نسعملوا دهن اللي يتفصل نحن الإشكال رونا نطلبوا في مواصفات عالمية نحن نطلبوا في الكيد الشارج معناها كرسات شروطنا نطلبوا معناها تركيبة ويجيبونا للسرتيفيكاسيون السرتيفيكاسيون هذه معناها في أوروبا معترف بها والدهن اللي خدموا به في تونس رو هو نفسه اللي تخدم في أوروبا بنفس المعايير ونفس الكيفية ونفس كل المواصفات عليش في أوروبا نشوفه ديمة تشوير هذا سؤال هذا سؤال نحن هذا سؤال وهذا اللي خلاننا باش ندفع له مع المقاولين واللي هو دم ثم جانا بيقول لك الطريق عندك مشكلة في الطريق ثم مشكلة في الدهن ثم مشكلة في المناخ العوامل اللي مساهمة في معناه في تأثر الدهن أحنا قلنا هل نعمل تجربة معناها الحق للتجارب هذا لمعرفت الإشكال الحقيقي في الدهن وعلى ذو هذا عملنا التجربة في طريق سيارة تونس بنزرد اللي هي انتهت معناها مؤخرا عليش اخترتوا طريق السيارة تونس بنزرد بالذي؟ اختيار طريق بنزرد معناها تونس بنزرد لخاطرية سيجيب للمعايير المطلوبة في المواصفات احنا روال حق للتجارب هذا فيه مواصفات معناها 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 الموقع الجغرافي بساعدنا باش نختاروا الطريق هذه كذلك عدد العربات المارة اليوميا كيف عنا العدد العربات اللي يسمح بمعناها هو استجيب للمواصفات معناها الظروف كل اللي شفناها في طريق تونس بنزرد تستجيب للمواصفات واللي هي كيمة الطريق اللي موجودة في فرنسا اللي هي لارندول اللي يعملوا فيها في شوندسي هذا الحق للتجارب مقاربة معناها بصفة كبيرة للطريق اللي يخدموا في فرنسا في شوندسي أذك عليش اختارنا تهنتوا بديتوا معناها تمت عملية التشوير الوفقي تمت في الجامعة اللي فاتت على مدة أربعة أيام معناها قمنا بإنجاز حوالي أربعة وربعين تركيبة من الدهن والحبيبات الزجاجيها الدهن معنا التشوير أفقه شويه استعا خلنا نفهمه المكوناته هو مهوش دهن كهو هو دهن أبيض أو أصفر هذا للنهار بش نشوفه في النهار ولكن في الليل يزم يكون ضاهرة تم إضافة معناها كوريات من الزجاج مش تعكس الضوم مش في الليل نجم وراء وهم الإشارات هذيك تشوف التشوير في الليل خاطر نتيجة للعكس الضوم من طرفك الحبيبات الزجاجية ذيك اللي ميكروبيدوفير هم اللي يسمحوا بش تشوف التشوير في الليل قد يلزمنا وقت مش نقيموا التجربة على امتداد أربع أيام الأسبوع اللي فات قمت بعملية الدهن هذي المنجز على طريق سيارات ونس بنزرت وبعد قديش وقت تظهر النتائج هو حسب المواصفات يقول لك عام معنا تعمل ستة شهور لتقييم الدهن الأصفر اللي هو تمبرير نسموه وسنة لتقييم الدهن الأبيض اللي هو على الطرقات الكل احنا بش نعملوا نفس التمشي مع المواصفات لكن بش نزيدوا معناها أوقات أخرى خطر أول تجربة نحب نقيمها كان نجمه شهر بشهر بش نشوفوا الدهن اللي هو التركيبات اللي عملناها مدى استجابتها للمطلوب للظروف المناخية الموجدة في تونس اذا تطلع التجربة ناشحة بالنسبة للطروت متعبن زر التوالي تتعمم على بقية الطرقات المرقمة هكيكا؟ اي احنا طوال تركيبات 44 تركيبة قلنا عملنا بين دهن وميكروبيد دوفير نجم تنجح منهم عشرة سيبوزون عشرة معناها يتم تصنيفهم حتى اللي بيش ينجح لو ثم تصنيفهم بعد معنا ثم طرقات ذات كثافة مرورية عالية وثم متوسطة وثم ضعيفة صحيح احنا بعد كل طريق حسب الكثافة المرورية فيها نستعمل واحد من الدهن اللي تم قبوله وتم معرضوها عداد شهادة الجودة للتركيبات اللي تم قبولها ونستعمله حسب الطريق إذا طريق فاها معناها فاها بالترافيك مش ضروري نعطيها معناها دهن اللي هو في جرون ترافيك نعطيها دهن اللي هو يستجيب مع الترافيك اللي فاها واضح حسب الأقبيل على الطريق هذيك حسب الحرفة المرورية موجودة في الطريق نعرفو نحن اللي عملية التشوير الأفقي مايش رخيصة بالكل في العالم تتكلف العملية هذية قديش تتكلف علينا وكفيش مش نعملو بالنسبة للحق لتجارب تحكي ولا تشوير الأفقي تشوير الأفقي نحن نصرف علينا يتكلف عنا نحن توا في الكراسات شروط متاعنا القديمة نعملو معناها يتم إنجاز الدهن وبعد نخلص المقاولة معنا في المقاولين بدنا كيدي شارج معنا في محاولة منها باش نحصنوا في الكيفية ولننخلصوا بالأقصاد من قسط أول وبعد يصير معناها تاست الدهن بعد ثلاثة شهور إذا هو استجاب للمواصفات نخلصوه ما استجابش يعاودوا على كلفته وبعد نخلصوه مع ما بدنا كراس شروط ولت مكلفة بالطريقة هذي هل أنه المواد دور اليد العاملة كلها تونسية؟ المواد ما هيش كلها تونسية نحن المواد نجيبه فهم مبره خاطة نطبه في سرتيفيكاسون بسيفة معناها تونس معناش ها كيما تغموا بلاستيك اللي يحكينا عليها قبيلة حتى الدهن حتى الدهن حتى الميكروبي دفير هذهم اللي ميكروبي دفير كلهم مستورد من بره وعنا روما ما عمل في تونس تقريبا قدش تتكلف العملية الكل؟ نحن نتاوه في الوزارة نصرفه في قرابة عشر مليارات كل سنة في التشوير الأفوقي على طرقات متعنا أكيد عنا شركاء ودعمين ما نتصورش اللي النجم لا لا عنا بالامكانية متعنا في إيطار السيانة نحكو راوي في الدهن الموجود على الطرقات أي أي إيطار السيانة اللي ندهن فيه في الطرقات عشرة عشرة مليارات لكن الحاجة اللي معناها الشون دي سيل عملناها الحقل التجارب عملناه بعمل تشاركي اللي هو في فرنسا روي يتم معناها بفلوس كبيرة معناها يتم أورغانيزم معين هو اللي يمول التجربة هذي وهو اللي يجيب معناها اللي يحب يشارك في الحقل التجارب يدفع فلوس إحنا ندينا شركان هم مصنع الدهن مصنع الميكروبي دفير المقاولات المنزمة معناها للأشغال مركز تجارب تقنيات البناء ومركز التونسي للكيميا كل في عمل تشاركي قمنا بإنجاز حقل التجارب بموارد معناها تشاركي مصرفنا حتى فلوس فيه المواطن اللي يسمع فينا يقول لك هنا كتونسي شنو مش نستفيد من العملية هذه أو كيفاش ينجم هو يكون شريك في العملية؟ أحنا وقت لننظم جودة الدهن ونولي نمشي في طريق ونشوف معناها طريق معناها واضحة سوى في النهار أو في الليل نعرف مسارات معناها واضحة وطريق منظمة وهذا ينجم نوفره للسائق معناها إذا كان سوى أن تطريق مغر دهن أرى كل واحد بش يبدأ يمشي في 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 اتجاه معناها حتى 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 نظاميا لل معناه للسلامة المرورية معناه دهن إذا كون ون يكون واضح ون يكون من منجز بطريقة معناها جيدة أرى هو يساهم في السلامة المرورية وفي إرشاد مستعمل الطريق وينقلل من حوال ثم تعاوه فاش يعاونا تقول السائق أرى هو الدهن مجعول مش بش نمشي فوقه أرى هو نحنا في عنا التصرفات معناها ولا كمبرتومون بتاعنا يحط العزلة فوق الدهن ويمشي فوقه هو رو مش مجعول بش نمشي فوق الدهن في دول أخرى رو دهن ممنوع يسمك تيقف أقبل تواسل اعتبار حاجز حاجز إسمنتي تصور انت تمشي فوق حاجز إسمنتي معناها هو الخط المتواصل ما يتمشي فوقه أصلا خط المتقطع وقت اللي بش تعمل مجاوزة فقط احنا كان معناها هي بعد في الكمبرتومون كان الجامعات يخدموا الحكاية هذي الدهن مجعول ما هوش بش نمشو فوقه بش نظمنه داي ممتو احنا ناخد معاليه معناها عدد الباساج دورو معنا بيديش نعجلة معنا مرت فوق الدهن هذا ماذا بنا من بقل بقل عجلات هو المفروض انه تعمل مش نحترموه معناها هو ما تعملهولي في الطريق كان يلزم اينا نحترمو نلتزم إذا ما نلتزموش به فعليش نعملو فيه في الحالة وفيما بعض الملاحظات من المستمعين مثلا سيمونير الوسيط يقول باللي اعملو حل للدودانات مثلا العشوائية ولنسبة كبيرة فيها ما هيش متابقة للمواصفات خير مثلا من نعملو هذي معنا حملات متواصلة رائفة لدودان عنها حملات متواصلة باشراف سيدة الوزيرة معناها هي معناها مشرف عليها وكل مرة معناها تعمل مع مرسلات الوليات ومرسلات للدارة الجهوية لي معناها ازالة المخافضات العشوائية وتعويضها من مخافضات اخرى اذا كان لازم تستجيب للمواصفات معناها العمل رو مع المتواصل متواصل لكن رو ثم تدودان تبعين البلدية معناها في طرقات المرقمة احنا عاملين مجهود تبقى الطرقات البلدية نحاول مع البلديات كيفاش نجموا معناها نبدلوا لدودان حسب المواصفات المطلوبة في القرى المشتركة اللي بيننا وبينهم شكرا لك سعلي بن محمد رغم اللي نحن عنا برشة اسألة اخرين لك لكن اليوم كانت الزاوية متاع الترح هي التجربة هذه متاع التشوير الافقي لطرقاتنا انتي مدير بالادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان حتى موضوع الجسور عنا ما نحكيه فيه برشة ان شاء الله ترجع بحثينا مرة اخرى نعطيك صحة ومبرك الله فيك كان ننجمش نقدم شكر بركة طبعا تفضل المجال مفتوح لكل من شارك في التجربة هذه معنا لمدة اربع ايام رو بالحق كان طريق عمل متكامل وعمل معناها متميز مع كل الشركاء اللي معنا واربط ايام معناها تصور من الثمانية حتى الليل معناها في الفكس خانة على التوروت ويخدموا الناس كلها بالحق تونسك يحطوا دين في دين بعضهم نجم نطلعوا العجب معناها شكر كل الاطرف نحبش نشكر الطرف بيديه بش ما ننساش اخر يعطيهم الصحة وكانت تجربة نقيمها ان شاء الله ناجحة وان شاء الله نكونوا معناها من وراءها تجارب اخرى ونحصلوا في السلام المروري بالطرقات امتعنا ان شاء الله ونشوفوا طرقات امنة وسيلمة لكل مستعمل للطريق كل التوفيق ليك سعلي بن محمد مدير بالادارة العامة للجسر والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان نعود نذكر مستمعينا اللي نحنا كنا اترحنا عليكم سؤال تقريبا الاجاباتينها في الحديث مع حسين في الزابينج تحدثنا على توقيع اتفاقية لانتاج الهيدروجين الاخضر بين تونس وفرنسا والنس والنمسا واسألناكم الاتفاقية هذية مش تكون فيها مراحل هي تهدف الى انتاج كمية بالطن من الهيدروجين الاخضر في مرحلة اولى شنوى الكمية هذية قديش من الف طن من الهيدروجين الاخضر في مرحلة اولى النجمو نحصل عليها من خلال الاتفاقية هذية وهديتنا لكم 100 دينار نقدا نسمعوا غنيا وبعد نخرجوا من الاستوديو نمشيوا معا حسين الدين حسين الدين مفهمش علي مخي في حسين مكثر ما يعمل شغبك يدخل مكثر ما يعمل شغبك يدخل